بحل لشركة رعية اما اتحاد الطائرة والاتحاد السلة لغاية وقتنا هذا ما باعش لسه طيب يبقى الموضوع شكله ازاي اذا كنت حضرتك بعت الاندية اللي بتلعب في هذا الدوري من حقها تاخد فلوس مثال كرة القدم خلاص؟ لو حضرتك كنت بعت مسابقات او بعت الاتحاد او بعت حقوق تسويقية وحقوق تلفزيونية حقوق بعتها لازم تبدي الاندية فلوس ده اتحاد الاتحادين التانيين لسه ما باعوش طيب حالك ما بعتش طيب الاندية دي تاخد ما تشطر اذا ما تاخدش يبقى ليه حقوق؟ عشان نقدر في المرحرة اللي جاية تقدر يبقى فيه الدخل للاندية الكبيرة والصغيرة من خلال هذه الدوريات زي دوري كرة القدم اعتقد كده واضح جدا النهاردة النادي الانه هو بيدفع في كرة اليد او السلة او الطائرة ارقام كبيرة يقدر يعوض منين سؤال مهم جدا تاني اهو كلامي واضح الاندية دي تعود فلوسها ازاي مين صاحب المنتج تاني مين صاحب المنتج هل حضرتك كاتحاد مصري احنا كاندية بنشارك حضرتك في المنتخب المصري باللعبة فقط لكن حقك لما بيبيع تشيرت المنتخب بصر ده بيكون حقك لكن حق الاندية مهم جدا ان حق الاندية ده يكون واضح اتحاد يكون واضح ليحقوق والاندية يكون واضح ليحقوق اعتقد انت كاتحاد اهلي او اتحاد مصري لازم تدي الحقوق الاندية حضرتك اللي بتدور الكلام ده مش احنا الاندية مش اتدور على الحقوقها لازم الاتحاد يكون هو اللي بيدور على الحقوق الاندية الاتحاد المصري لليد او السلة او الطائرة هو اللي بيتكلم عن الاندية عشان يديهم حقوق. لازم هو حلقة الوصل بين كل الاندية دي. حلقة الوصل لو كان حالك في اللوائح بتاعت حضرتك. بتكون متواجد فيها. معنى ان حالك ليك حق تسويق المباريات. طب سؤال صاحب المنتج بقى. يعني صاحب المنتج ده يروح فين? ملوش حق. حضرتك ليك حق بس تاخد الفلوس وتبقى عند حضرتك الموضوع كبير. الموضوع لازم يتفتح تاني. ويتقال الاندية اتفضلوا عضو وتشوف رأي الاندية. كالتلات اتحادات. مش اتحاد واحد. تاني مش بخاطب اتحاد بذات ومش بهاجم اتحاد. تاني انا عايز صالح الاندية. عايز مصلحة النادي اللي انا فيه. مصلحة النادي ان ليها حق في هذا التسويق. اعتقد كده الامور واضحة جدا. لان الاندية بتعود من حاجات. رعاية للتشيرتات بتاعتها. دي قصة نادي. لكن المنتج نفسه ككرة يد. النهاردة او كرة سلة او كرة طايرة. الدوري ده بيلع فيه الاهلي والشمس والجزيرة بيلع فيه اندية كتيرة. فالاندية دي هي اللي بتعمل المنتج بتعمل الماتشاط. بتعمل تواصل مع الجماهير. هي اللي بتجمع الموضوع كله الجماهير. بتجمع حولين الشاشات عشان تتفرج. فالنهاردة حضرتك تزيع ماتشاط. لما زيعت الماتشاط دي حالك يا اما تاني يا اما واخد فلوسي اما مش واخد. لو واخد يبقى الاندية. لو مش واخد يبقى تتكلم على الاندية تشوف نقدر نكسب ازاي. عشان تقدر تساعد الاندية تفضل مستمرة في هذه المرحلة او المرحلة اللي جاية تفضل مستمرة. لكن بكده اعتقد الاتحاد او اي اتحاد هياخد فلوس او هيدور على الماتشاط هو اللي بياخد فلوس. بيخدش فلوس ليه كرعاية دي رقم واحد والمنتخب المصر كمان بيجيب له فلوس. طب وصاحب المنتج. صاحب المنتج ده اهم واحد في الموضوع. لان او صاحب المنتج ده مقدرش يصرف عليها. هتبقى فيه مشكلة كبيرة. المنتج هينزد سعره. هيقل. الكلام ده كلام مهم جدا. انا في الحلقات هنفتح حلقات كتيرة مع اكبر مسوقين في مصر. وهنتكلم معهم هنا في قناة الاهلي. عن الموضوع ده بالذات. لان الموضوع ده موضوع يهم النادي الصغير قبل كبير كمان. لان النادي الصغير اللي بيدفع ميزانية اربعة خمسة مليون ما عندوش تعويض. ما عندوش. ما عندو مشكلة. عندو مشكلة ده هو يقعد يصرف كل ده بدون اي دخل. الرياضة بتساوي النهاردة نحية تسويقية. سوقنا بكام? الناس هتاخد ايه? عشان تقدر تعاوض في الناشئين وتطلع تاني ويفضل استمر. عشان يفضل المنتخب المصري لحضرتك بتقول عني منتخب مصر من كل الاندية دي. اللعيبة دي جاي من كل الاندية ده. فالمنتج اللي عندو المنتج لازم ندعمه. لازم نديله. لازم نتكلم معاه نقول له انت ايه مشاكلك? مشاكلي? رقم واحد اول مشكلة في هذا المنتج هي مشكلة الفلوس. العقود كبرت جدا. عليت جدا في الالعاب الاخرى. فهذه دي اكيد دي مشكلة كبيرة. نتمنى. نتمنى تاني مرة هو الاتحادات المصرية التلاتة. يد. طايرة. سلة. تقعد مع الاندية قبل الجامعية العمية اللي جاية. جامعية العمية هتبقى في شهر تسعة اللي جاية. بتكلم هو لسه في يناير. او عفوا فبراير. بنتكلم في شهر فبراير وبنقول الحق. سبع شهور قدامنا. لازم نعمل ترابط مع الاندية. كلام مع الاندية. نقدر نستفيد. كل الاندية تقدر تستفيد. استفادة رئيسية من وراء التسويق. لازم تنمي مواردها عن طريق التسويق ده تليفيزيوني. تسويق التليفيزيوني ده اهم حاجة بالنسبة للرياضات التانية. اكيد احنا لسه في بداياتنا. ولو حصل اي دروبات في السكة ما فيش مشكلة. المهم في الاخر نقعد ونجتمع ونطلع بنتيجة ايجابية لصالح الاتنين. لصالح المنتخبات المصرية. وفي نفس الوقت لصالح الاندية اللي عندها المنتج اللي هو اللي عبيد. نتمنى لكل رسالة وصلت ووضحت. وفي الحلقات الجاية هنفضل نستمر في هذا الكلام. الى ان الاندية تاخد حقها. بكده خلصنا الفخرة الاولى او النقطة المهمة. موضوع التسويق اعتقد كده وضحت تماما لكل الناس. وفي اخر كلمة واقولها كانت العاودي مش هيهاجم اي حد في برنامج تليفيزيوني. مش بهاجم. انا بتكلم في حقوق. بتكلم في الاصول. بتكلم في اللي تعلمناه في النادي. ان احنا بناخد حقنا واضح جدا. مش عايزين كلام زيادة. محدش يزايد عليا بالذات في هذا الاسلوب. مش هضغط. مش هتكلم. هتكلم في الصحة بس.